اذا عن كل هذه السجالات الوطنية حول الحوار الوطني المعتبر الاقتصادي سياسة ملكية الدولة عن كل هذا دعونا يعني ندير حوارا مع كاتب مصري كبير هو الاستاذ سليمان جودة اهلا بك فاندم منورنا اهلا استاذ ابراهيم والعنوان انه يعني هذا السجال طيب لانه متأخر يعني اظن انه مصر افتقدت حيويتها في النقاش والحوار والجدل السياسي بل اه لا تطرق اه ولذلك يجب نستغل الحكاية يعني عشان مش عشان يعني تدير حوار وانما تستغل او تعود ما فات لانه كان ده يجب ان يعني يتم من وقته مبكر انما اذا كان فاتنا فاللي فات فات خلاص انما علينا ان نركز على المستقبل وان احنا نستغل الحاجات الثلاثة دولة انك حق اشرت الى اولا وثيقة او ما يسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة وديدار حواليها اه حوار باشراف رئيس الحكومة نمر اتنين المؤتمر الاقتصادي اللي هنعقد 23 اكتوبر نمر ثلاثة الحوار الوطني فعندك ثلاث مسارات تقريبا مشى بخدوط ثلاث خدوط متوازية لابد انهم ينتهوا الى شيء لانه انا فكر كان الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال السابق بحاتل بسالة ونشرتها في المصر اليوم وكان بيقول حاجة جملة مهمة حتى نخلتها عنوان المقال انه المؤتمر الاقتصادي اللي هنعقد يوم 23 ده ربما يكون الفرصة الاخيرة فعلا اه وذا انت عندك وزير كان الى شهر ونصف فات الحكومة وبالتالي هو عارف قطعا اكتر من احنا نعرفه من بر الحكومة يعني يقينا عارف بيانات ومعلومات اكتر اكتر طبعا اكيد فلما يقول انه في رسالة ونشرتها باسمه يعني مش سر انه هذا الاولا هو قالك انه المؤتمر ده هو من دعا اليه هو الرئيس وبالتالي احنا علينا ان احنا نتلقف او نستقل لهذا الموضوع لانه دعوة رئاسية الى الحوار نمرأ اتنين انه الرئيس قال احنا عايزين نسمع بعض فمعناه انك عايز تسمع ناس خارج الحكومة يعني مش مجرد خبراء خارج الحكومة او خارج مولاة الحكومة برضو اه طبعا بالزبط يعني يعني ما تقعدش تسمع نفسك انما لابد انك تسمع في هذا المؤتمر اه اللي هو يبدأ من 23 الى 25 اكتوبر اه تسمع ناس خارج اطار الحكومة او اه تسمع منهم ما لا تسمعه داخل الحكومة وده اه هو حتى اقترح اسماء قال لك يعني لابد ان نسمع اسماء من اعلام الاقتصاد المصري خارج مصر وقال زي الدكتور محمود محيددين ومحمد العيان وقال اسماء ايضا داخل مصر ولكن كل ده على بعضه يعني يعني هو ركز على حاجات اعتقد ان رسالة شام تفيق لابد ان الحكومة تكون اريتها كويس لانه قال لك احنا مش عايزين مبارزات اقتصادية بين اليساري وبين المين في يعني ده مش وقت مبارزات او خناءات بين المدارس الاقتصادية وانما هو وقت اقتراع يعني تشخيص المشكلة الاقتصادية ووضع حلول عملية لها تنفذها المجموعة الاقتصادية باشراف السيد الرئيس يبقى الرئيس اه هو من يتابع تنفيذ ما انتهى اليه الحوار المؤتمر الاقتصادي فليها بس هو مش من المنطقي يا سيد سليمان انه ما اه تنتجه نقاشات استجازة ملكية الدولة يروح للمؤتمر الاقتصادي علشان يبقى جزء من مدخلات اللي هتتناشى في المؤتمر الاقتصادي انه هما رشوا عليه في موضوع ملكية الدولة اي ملكية الدولة يعني حاجز رئيسي في الاقتصاد دلوقتي ده اه ما ده اه ما ده اه ما ده اه اعتقد الادية الام يعني لانه اه من كم يوم كان فيه اه وفد من المستثمرين الكويتيين في القاهرة برئاسة اه محمد السقر اللي هو رئيس غرفة الصناعة والتجارة في الكويت وقابله الرئيس وخرج التصريح يعني لابد ان برضو يبقى الحكومة يكون سمعته لانه قالك احنا اه كمستثمرين كويتيين جايين 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 ربعين او خمسين واحد اه انا مش جاي كمستثمر كويتي ابحث عن حوافز خاص ولا انا عايز دعم استثنائي وانما انا عايز بيئة استثمارية مشجعة وعايز بيئة استثمارية شفافة وعايز بيئة استثمارية عادلة يعني حط ثلاث صفات للبيئة التي يبحث عنها هو طبعا اي مستثمر كويتي بس ودي موجودة بيئة الاستثمارية مشفافة وعادلة ثلاث حاجات موجودة عندني لو كانت موجودة ما كانش طلبها يعني فهو وكأنه بيقول هي مش موجودة اه انما هي لو كانت موجودة ما كانش قالها ولذلك هو لابد انك انت انت عندك وثيقة اه سياسة ملكية الدولة حولها حوار من شهور وعندك المؤتمر الاقتصادي اللي لسه يعني افترض انه 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 الحوار حوالين سيستمارية الدولة اه اه ثلاث شهور وينتهي بهذا الاسبوع يعني اه ما فيش لاحسه على خبر حتى الآن المفروض انه انتهى والمفروض انه حتى انا حتى كتبت مرة مقاتني انه اه هاتي او واثيقة اه وليست متاحة الان للواثيقة اللي اذا كده انت عايز حاجات محددة جدا. ما انتاشى عايز تتوه ناس. لابد انك تحط حاجات عنوين مصيارة. ومبادئ زي زي المواد في الدستور كده اه حاجات prod ايجي حاجات بعدكتشريح لله نمات بقده مبادئ اساسيةا قصيرة ووضحة ومفهومة ومش محتاجة جهد في استيعاب إنما ما تحط ليش وثقة من 30 ولا 40 صفحة يعني 30 والحاجة كده آه فأظن إنه يعني بس المفروض إنها يعني قتلت بحسا خلال النقاشات بقى مع متخصصين وخبرة ورجال صناعة وأعمال اللي المفروض قبله أحد القيادات اللي كانت منوبة عن الوزئ من رئيس الوزراء وهو لكم يناقش الناس في القرارات دي أو في الأفكار دي وهو ده رئيس الحكومة دكتور موسى أهد بولي وهو بنفسه عقد كذا اجتماع يعني كذا اجتماعات الأخرى والمشاورات كلها كانت من أحد مستشاري آه يعني حاجات أخرى لكن في النهاية من النتيجة يعني كل ده فتوقع سيسليمان إن الدولة ستتراجع عن ملكيتها لكثير من قطاعات الإنتاج اللي هي دخلتها في السنوات الأخيرة هي لازم تعمل كده لأنه يعني يبدو أن الأمر لم يعد خيار يعني آه لأنه queer اللي أنا قلته دلوقتي على سنر يسورت تصنع it وط 구يت فيه المعنى ده المعنى وبطن يعنيację لكنه هو هو لم يقولك lifelong يعني أنك مقدرش يعنى في الدولة إن أنا كمستثمر لما يجي عايز بس أشتغل في بيئة يعني في مدية في اللي أنا نبقى نفسه ما يبقاش حد أقوى مني وبالتالي لو أقوى مني أنا هنسحب يعني بسهولة يعني ومن غير كلام كتير ولذلك لما قلت أنا ما كتبت حتى عن مؤتمر مقصدي قلت إن مؤتمر مقصدي ما ينفعش تعمل مؤتمر كده في الفراغ المطلق يعني يلا بد أنك أنت تحدد قضية أو 2 أو 3 والمؤتمر يخرج منهم بحاجة ونمرأ واحدة القطاع الخاص بمعنى أنك أنت تحدد يعني فين أين يبدأ دور الدولة في الاقتصاد وأين ينتهي وفي الحالة دي تبقى أنت واضح عشان اللي يشتغل لك القطاع الخاص يبقى عارف إيه الموضوع يعني تحط خريفة ما هي الاستثمارات الاستراتيجية التي ترى أن الدولة يجب أن تنفرد به وتقول واحدة حط كما تشاء يعني ما حد بس التزم بيهم بس آه يعني بس التزم بيهم يعني حط أنا عندي 10 20 30 استثمار دول استثمارات استراتيجية لا تستطيع إلا الدولة أن تنهض بها وأنا كدولة أنا اللي هعملهم خلاص ماشي فمع هذا ذلك يبقى بشغل القطاع الخاص إنما ما يبقاش الموضوع غامض وكل ما يجب القطاع الخاص يشتغل في مجال يكتشف أن الدولة بتنفسه فيه فطبيعي إنه هو يتراجع لأنه المنافسة غير عادلة زي ما قال الرجل والقطاع الخاص كمان يعني مسألة أنا من شهر كده كنت في الأردن ووعد من الإعلامين المصريين وعادنا مع الدكتور بشر الخاصونة اللي كان سفير الأردن في القاهرة ورئيس الحكومة حاليا فبنتكلم فبقول إحنا عندنا الوقت البطالة 22% في الأردن وعندي هو في الأردن يعني 150 ألف واحد شاب باحث عن عمل بيخش سوق العمل كل سنة 150 ألف بس بيقول بقى أنا كحكومة ما قدرش أشغل إلا 15 ألف يعني عندك 115 ألف واحد في السوق الأردني لا تستطيع الحكومة أن يتشغله كل ما تستطيعه 15 ألف طب وإيه الحل؟ الحل عندنا بعمل ثلاث حاجات نمر واحد بفتح الطريق القطاع الخاص لأنه ما لا أستطيع أن أنا أفعله كتشغيل يستطيعه القطاع الخاص وده يعني ده كلام رئيس الحكومة وأنشرته على الثانو يعني فالكأنه 115 ألف دول لدخل سوق العمل أنا ما أدرش أشغله ما كان القطاع الخاص يدر شغلهم لو أعطيها الفرص ولو فتح الطريق أمامه ولو ما كانتش قدامه عقبات ولو كانت المنافسة قدامه عادلة في سوق العمل وطبعا نتكلم عن المستثمر الأجنابي وعن الخريجي إزاي يجهزه الأردني عشان يبقى له سوق على مكان في سوق العمل خارج الأردن لكن البند الأول لديه كرئيس حكومة في الأردن هو أن يفتح الطريق أمام القطاع الخاص على أساس شراكة وطنية قوية هناك اقتناع وإيمان من الحكومة بها وفعلاً بتطبق القناعية بس العلاقة المستريبة من القطاع الخاص دي حاجة يبدو أنها في جينات الحكومات يوليو يعني طول الوقت القطاع الخاص مقدم على أنه يستهدف الربح وكأن الربح ده جريمة أنه يمتص دم الغلابة أنه بيشتغل في مشروعات عجولة وسريعة الربح إنما مش حياة مستقرة تنفع الناس ويبدو أنه رأي العام المصري ما عندوش مشكلة مع هذه الانطباعات اللي الحكومات بترسخ لا رأي العام يعني لما يلاقي قدامه مشكلة في التشغيل مساني بقى عنده مشكلة مع الحكومة لأنه ما هو أنت لو قلت يا حكومة مش قادة تشغل الناس اللي بيخرجوا ولا أنت عايز تفتح الطريق قدام الناس اللي ممكن يشغل هو طبعاً الحركة بتقوله صحيح لأنه تم يعني من أول 52 وانت جاي يعني صدر أو تم تصدير هذا الانطباع عن القطاع الخاص إلى الناس إلى حد أن هم أصبح يعني راسخ لديهم ومحتاج وقت عشان تغيروا لأنك تعامت الثقافة مع أن 27 مليون مصري بيشتغلوا في قطاع الخاص و6 مليون مصري بيشتغلوا في قطاع الحكومي بس هو مع ذلك يعني 33 مليون رأيهم وحش في قطاع الخاص لا وكمان يعني أنا فاكر أن الرئيس يعني لما قال خطاب فيه عندما كان مرشح رئاسي لسه وقال أنه يعني أنا عندي حكتين عايز أركز عليهم النمرة واحد أن أنا لن أسمح بجهاز الإداري للدولة أن يبقى كما هو عليه معناها أنك إنت 6 مليون دول كتير وفعلا أنت عليك تتخلص من الناس منه بس ما إنتماش قادر ما هتوديهم فيه ونمرة الاثنين قال أن أنا لن أسمح بين الاقتصاد المصري يعتمد على المنح أو المساعدات أو الكرون فالحكتين دول لما ترجع الخطاب الرئيس فيه مارس 2014 هتجد أنه موجودين فيه الكلمة اللي ألقها يوم فالقطاع الخاص إذا كان يعني تعرض لنوع من الإساءة السمعة أو التشويه على مدى عقود من الزمان فالآن الدولة أمامها فرصة أن هي تخفف من هذا الوقع أو هذه الوطأ بالنسبة للقطاع الخاص وتدي يعني ما فيش خيار تاني مع أنت هتعمل إيه أنت عندك مش مئة وثلاثين ألف بخش رسول عام زي الأردن أنت عندك يعني الرقم كبير يعني تعدل مليون واحد فبدول إذا كنت أنت بتعينش في حكومة نهائية ولا في موضوع القطاع العام إلا نادرا بدول يروحوا فيه انت بتعيش مدرسين مدرسين يعني القطاع الخاص يعمل لك يبدي ما يعني تعيش مدرسين في العربية يعني قدك تسع وخمسين ألف بدرسة يعني حتى الثلاثين ألف مدرس اللي إحنا بنتكلم عنه هم لسه عامين مرغم إن إحنا محتاجين أضعاف الرقم ده تهدي ألف رسال سليمان هم هيتعقدوا معاهم زي ما بيقولوا في خمسين ألف بيطلعوا معاش بس يعني هيفضل العجز هيزيد العجز هم بيقدموا ثلاثين ألف ويتجاهلوا إن في خمسين ألف قراجوا أصادهم في نفس السنة لا والغريب كمان إن كنت حتى إذا ما تعرى كتاب الأخير أصدار الدكتور حسام بدراوه عن التعليم فيه ما فيه فصل مهم عن حكاية دي تكلم إنه المزارة التربية والتعليم يعني ما بتعينش خريج كلها التربية بالعشر سنين ده بدون بيرو يعني ده هم يعني برضو مسألة وفارقات مزهلة وفارقة يعني دم أنت عندك عجز المدرسين وفي نفس الوقت عندك كليات تربية بأنواعها المختلفة تخرج ناس شغلتهم أظن عندك سبعة عشر كليات تربية كليات تربية عامة ونوعية يعني الخارجين بتاعهم أنت لك تحفظ عليهم كوزارة وتحفظ غير مفهوم يعني لو أنت عندك مستكفي من الأعداد ماشي إنما لو أنت عندك مشكلة في المدرسين وبتكلم عن المتطوعين وبتاعهم يعني ودي يعني قصة أخرى كبيرة جدا قصة التعليم في مصر إنما بما إحنا إننا بنتكلم عن القطاع الخاص فأعتقد إنه الدولة الآن وهي تدير ثلاث حوارات متوازية سواء عن وثيقة سياسة ملكية الدولة أو المؤتمر الاقتصادي أو الحوار الوطني أنا مش عايزة متوازية معا أنا عايزينه متتالية بس لسه ماشيين معا بحا يعني يعني سياسة مكاية يخلص يسلمها من المطور الاقتصادي أو ما خلصتش؟ آه يعني ما تقلش إنها خلصت عشان إنما يعني لا تزال مستمرة وواضح إنها تستمرة لغاية تلتة وعشرين وهيبدأ المطور الاقتصادي وفي نفس الوقت ما تقلش إن الحوار هيخلص في تلتة وعشرين أكتوبر فمعناها إنك إنت التلاتة خطوط ماشية مع بعض وموضوعاتها متشابهة بها يعني ما فيش حاجة يعني تقريبا القاسم المشترك الأعظم فيها هو الاقتصاد والحجم تقول إن عنوانه المفروضة بالقطاع الخاص للمطور الاقتصادي على الأقل إنت مش عايزه موضوعات مطلقة ومفتوحة إنت عايز عنوين رئيسية الناس لا تشتغل عليه ورقم واحد القطاع الخاص أنا قلت أضيتين أساسيتين درات مسأل بأضيتين أضيت القطاع الخاص وإن يبقى خريطة القطاع الخاص تكون واضحة وخريطة استثمارات الدولة تكون واضحة ولا يحدث بينهما لبس أو غموض أو تداخل لأنه لو حصل هتبقى هناك مشكلة وإحنا مش عايزين هذه الفرصة تفوت يعني زي ما قلت حالك إنه كان وزير كان في الحكومة للشهر والشهر نصفات وقال لك عايزة مؤتمر ربما يكون الفرصة الأخيرة إذا تحدثت عن الموضوع الاقتصادي والموضوع الاقتصادي الآن هو الموضوع الملح مش مصري بقى صريعا بس ولكن عالميا الاقتصاد هو الأساس فأنت قدامك إنك أنت تحل هذه المسألة وجات من السماء إنه هذه دعوة رئاسية الرئيس نفسه هو من دعا إليها وقال نسمع بعض يا عايزين ناس خارج الحكومة فلابد أنك تحط خريطة للقطاع الخاص واضحة وخريطة لإستثمارات الدولة واضحة علشان ما يبقاش هناك أي عزر إلى أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي هو مش هيجيلك الأجنبي ولا المحل يشتغل إذا لم تكن هذه الخريطة واضحة وضوح الشمس القضية التانية اللي تكلمت عنها في الموضوع قلت حتى عن عنوان حوار يحتاجه البلد قضية قطاع العام يعني أنت الوقت بتكلم في بيع شركات وكلم من ده ما مكلمش في بيع شركات هو بيع شركات مستمر بس يعني أصد بدأ بس أنا يعني في كتاب مارجر تاتشر كانت رئيسة الجنوب بريطانيا لمدة 11 سنة ولها كتاب ضخم اسمه سنوات دونينج ستريد السنوات اللي قعدتها في مقر رئيسة الحكومة تتكلم عن في فصول كاملة عن إزاي تعملت كان لما راحت كانت الدنيا خربانة في البريطانيا ولكن تركت بريطانيا بتقول لك فبدأت تعمل حاجة اسمها الرأسمالية الشعبية وأن هي تبيع الشركات لمواطنين مواطنين وتقول لك أن أنا بدأت بشركة الاتصالات واشترا أسهم في هذه الشركة 2 مليون بريطانيا نصهم بتقول كده في كتابها ما كانش اشترأ أي أسهم في حياته قبل كده وعندما غادرت الرئاسة الحكومة كان من كل أربع بريطانيين واحد له أسهم في شركة من الشركات الإنجليزية وثمت ده على بعض الرأسمالية الشعبية أنك انت فهل انت في مصر دلوقتي وانت بتكلم في الإطار ده هتبيع لمستثمر استراتيجي زي ما يسموه ولا ممكن تترحز الموضوع لأنه يعني علينا نحن نلتفت في جانب وطني مهم أنك انت إحساس المصري أنه مالك شيء في بلده له أسهم في شركة جبيرة وصاحب ملك يعني فأي أن كان بقى عدد أسهمه أو المبلغ اللي ساهم به لكنه في النهاية هيبقى بيتعامل أو يبص النفسه على أنه مالك جزء في وطنه وبالتالي لها علاقة بجزئية الولاء لبلده هنا لأنه أنت مش بس بتعمل الاقتصاد وتشعر كمان حتة سياسية وطنية مهمة جدا صحيح لو بدك تلعب عليها مثل ده لازم كونك ضمانة شفافية وقدرة صاحب الساهمة لأنه يبلوه رأي في الجامعة الأمومية وفي مجلس الإدارة وفي إدارة الشركة لأنه في الآخر يعني أنت ممكن تساهم وتلاقي نفسك يعني خارج المشط لكل ذا أولا أنه لن نختارع يعني هناك تجربة صحيحة في الظروف لا يعني أنه دلوقتي أنا الحكومة وبطرح جزء حصة من شركتي لطرح عام في البورس أنت كأستاذ سليمان جودة يعني هتشارك الحكومة ليه؟ أنت مطمئن أنه إدارتها وشكلها في الملكية وإدارتها للشركة يطمئنك لحتى تروح تشتريه أسهم فيها؟ ما هي فيه جمعية عامية اللي هتراه من الكلام ما هو أسلها الموضوع هيبق له أسس وقواعدة حتى محدش هيروح يرمي أو تخرج الدولة خالص أو تخرج خالص تماما يبقى الناس اللي تملك وبتعام مجلس إدارتها أو بيتحزبه؟ موضوع اللي حصل يعني الشركة الاتصالات الإنجليزية لما بعيتها تاتشير كان بتخسر الوقت أصبحت تكسب وتدفع على ضرائب للدول يعني أولا أنت تقلصت منها كعيب عليك نمرة اثنين شغلت ناس أكيد نمرة ثلاثة بتديك ضرائب فأصبح عليك بدلا ما تديها من الخزانة العامة بتجبلك عائد الخزانة العامة صحيح فدي الفكرة يعني هل أنت فأج متكلم عن قطاع الخاص وقطاع العام كطرفي نقاش في المؤتمر الاقتصاد عشان نوصل لأحلول بقى آآ لأنه قضيتين دلوقتي فعلا شغلين الحكومة وشغلين الناس كمان يعني القطاع الخاص شغل المستثمر سواء كان مستثمر محلي أو جنابي وهو عايز يجي يشتغل وناس كتيرا يعني انت الوقتي كوجهة اقتصادية اثثمارية في المنطقة لابد أنك انت يعني تعرف أن فيه الدول حواليك بتتخطف المستثمر وتقدم له مزايا بلا حدود فلازم انت تبقى موجود في الحكاية دي وإلا هيروح ما هو هو بيدور المستثمر ده زي عصفور ماشي بيدور على الشجرة الكويسة اللي يقف عليها ويطير من شغرة لشجرة ما لم يكن يجد انك انت عندك البيئة اللي هي المشجعة والشفافة والعادلة هيروح بلد تاني في بيئة مشجعة وشفافة وعادلة يعني واحد زي واحد سوى اتنين في هذه المسألة الاقتصادية اللي مش محتاجة نقاش كتير ومش محتاجة والمؤتمر الاقتصادي يعني لا نملك طرف انه ينعقد ثم ينفض ويبقى فيه كلام وتوصيات او يعني زي بقوله يبقى مكلامة ما عندكش انت الطرف ده انك انت تعمل حكاية دي لانه الوضع الاقتصادي الصعب كل الناس عارفة الامر والدولة حتى بتصارح الناس تقولهم ان الوضع الاقتصادي صعب جدا وصعبته ممكن جدا تعمل فيها نوع من الحال حالة لو انت بسيط المؤتمر الاقتصادي بشكل مختلف عن اي مؤتمر اقتصادي سابقه كان فيه مؤتمر اقتصادي شهير في ايام اول رئيس مبارك ساعة اثنين وثمانين هاتوا بصعية بس انا اعتقد انه الوقت حتى انت الوقت متقلم عن 23 عشرين بينك وبين المؤتمر اسبوعين فلابد انك انت يعني من كم يوم رئيس الحكومة قال ان في 21 جهة محلية ودولية هتشارك في المؤتمر وقال ان فيه من 400 الى 500 مشارك ماشي ده حلو بس مش ده المطلوب برض يعني المطلوب هو ما شبه مؤتمرات الشباب الغلط فيها مؤتمرات الشباب هو الحالة دي الجماعية والجماعيرية وجلسات العمل والنقاش وقدارة حوار مشترك بين شباب العالم انما هينه مطلوب تصادي وتطلق بحل وتخرج كل ده شكل انا ما عنديش مشكلة ايه 400 او 500 او 1000 انا عندي مشكلة في المضمون يعني ده على بعضه كده شكل ما هو المضمون اللي الناس ايها طوال متى فكرة اللي معونه 400 يتكلموا واحد وعشرين ايها يتكلموا كتير طبعا اي حل ولزاك ما هو يعني لابد ان الحكومة تسمع للناس اذا كان الرئيس نفسه قال نسمع بعض فاسمعي كحكومة من خارج الدايرة بتاعتك لانه قطعا هتسمع ومحدش هيجبرك على حاجة لكن في النهاية انت عندك زرف اقتصادي صعب ومفيش خيار اخر في مواجهة هذا الزرف يعني حتى موضوع القرود او الاستدانة او بتاع اصبح صعبا او صعب جدا فانت عندك حل داخلي جدا ممكن يعني يبان اثروا في شهور لا يرى لو انت يعني يعني مثلا رئيس الحكومة بقولك في وثقة سياسة الملكية الدولة ان الدولة سوف تتخارج من مشروعات اللي هي ترى فيها خلال ثلاث سنين منها يستنى لك ثلاث سنين وفتنسان يعمل ايه من بيدير ومن بيسوي اعتسم كثير اوي اذا انت لان فد قولي تتشر على اقصى حد يعني انما يعني تاسين دا لو انت الوضع استريح والدنيا ماشية وماشي انما يعني المتصور ان بعد ثلاث سنين هيكون حد استنى عشان استنيك تخرج يعني ماشي استناك فالموضوع اعتقد انه يعني في حاجة الى خيال اللي انت بتتكلب عنه من شوية في موضوع حجر رشيد او مدينة رشيد محتاج خيال انك انت تخرج خارج ما كنت تفكر فيه طوال السنوات اللي فاتت لانه اذا كانت السنوات اللي فاتت وصلت الى هذا الامر فالمراجعة مش عيب يعني مش عيب انك تراجع نواجد شكرك جدا كتبنا الكبير شكرك للغاية شكرا جزيلا شكرا جزيلا والتقي بكم الاسبوع القادم بإذن الله اما الغد فمعدكم مع نجم الاعلام المصري الساس خير رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهي شكرا شكرا شكرا